اشتركوا في القناة من الله تبارك وتعالى لإبراهيم عليه السلام طلب إبراهيم من زوجته أن يرحل إلى تلك الأرض من الشام الأرض الخضراء الخصباء إلى الأرض الصحراء الجدباء فقالت له زوجته انظري أيتها الأم أيتها الأم الزوجة من قدوتك في البيت من إن لم تكن زوجة إبراهيم عليه السلام قدوتك رضي الله عن كل قدوات الأمهات وعظمائهم تقول آه الله أمرك بهذا انظري إلى السؤال العظيم هل هذا أمر من الله من ربنا من خالقنا من مزدينا من معطينا من واهبنا من المتفضل علينا الله تبارك وتعالى ذو النعمة المعطاء هنا تسأله هذا السؤال الجوهري هذا نظام الأسرة في البيت الطاعة للزوج إذا كانت في الله هي بل هو نظام الأسرة في البيت آه الله أمرك بهذا فيقول نعم فتقول له إذن لن يضيعنا انظروا إلى اليقين لأنها تضيع زوجا وربا من قدوتك في البيت وكم مرة ارتفع الصوت على الزوج وهو حرام أو تجاوزتي فيه على رب البيت وهو محرم كم مرة ومرة ومرة حتى وصل الحال بأن يكون بينك وبين الله تبارك وتعالى الخندق العظيم الذي لم يحل الدار والبيت إلا إلى جحيم فلتكن أم المؤمنين زوجات سيد المرسلين قدوتك اشتركوا في القناة